بقى في مصر نخش على مشواره في مصر المشوار في المانيا كان اكتر من رائع زي ما انت قلت كده بداية بقى مع مشواره في مصر جيز زي يمكن زي ما انت بتقول في سنتين خسرنا بتلطين وكان شيء غريب على النادي الاهلي غريبه ما بيتكررش فعلا فالحقيقة انه كابتن صالح سليم اللي ارحمه الماسترو كان مدرسة ادارية هو كان ميال قوي للمدرسة الالمانية وكان عنده ثقة كبيرة في انه المدرب الالمانيا والعنصر الالماني لما يكون موجود على رأس جهاز فني يقدر يحقق حاجة لكن انا دايما بشوف انه اختيارات كابتن صالح سليم للمدربين كمان ما كانتش اعتباطا وما كانتش بدون معايير بالعكس انت لما تجي مدرب زي فيتسة واخد كاس عالم شباب واخد بطولات في المانيا وبيطلع العيبة صغيرين في السن وانت في وقت برضو كان عندك اعتزال كابتن محمود الخطيب وده كان اسطورة الملاعب في الوقت ده واعتزل وفي قمة اعطاءه كان ممكن يكمل اعتقد وهو كان وقتها اعتزل كان كابتن مجدي عبدالغاني احترف في البرتغال كان كابتن مصطفى عبدو كان اعتزل في الوقت ده فانت محتاج تعيد تكوين فريقك ومحتاج ان انت ترجع البطولات الاهلي عمره ما بيعدي سنة ما ياخدش بطولة على فكرة بالمناسبة احصائية اعتقد كمان الناس ممكن تكون مش راخدة بالا منها في اخر تلاتين سنة تقريبا مفيش سنة بتعدي على الاهلي بدون بطولة بالمناسبة تقريبا في اخر تلاتين سنة تحسبها مفيش سنة بتعدي على نادي الاهلي بدون بطولة وهو ده نادي الاهلي ففي الوقت ده انت محتاج محتاج طبعا عاوز تاخد دوري عاوز تاخد كل البطولات فانت كنت هتشارك في البطولة الافراسيوية ودي كان البطولة الاهلي ما كانش خدها عندك تحدي انك بتلعب الدوري عاوز تكسب الدوري وعندك تحدي كمان كاس مصر يمكن في الوقت ده كان الجيل اللي حضرتك بقى سعط فيه بالمسوية عمل معسكر في المانيا وفاكرا حضرك سفرت المعسكر ده وكان كابتن عدل عبد الرحمن كان بردو كان لسه صاعد وكان كابتن محمد عبدالجليل وعامر انور وكابتن عامر انور مع القوامل الاساسي للفريق اللي كان موجود في الوقت ده واتعمل المعسكر اللي في المانيا بس كان فيه بقى مباراة عملت بعد معسكر المانيا على طوله هي اول مباراة لديترش فايتسا مع النادي الاهلي اول مباراة لفايتسا مع النادي الاهلي كانت ضد كوينزبارك رينجرز في انجلترا افتتاح الملعب افتتاح ملعب لوفتس رود بالزبط يعني والمباراة دي كانت مباراة قوية جدا وكان فيها ندية ما كانتش ماشية بالطبع الودي بالعكس المباراة كانت ماشية انا كنت موجود في الملعب وكانوا واخدين الموضوع مش مباراة ودية جد جد يعني وكابتن ربيع ياسين قدر يسجل هدف التعادل متأخر لكن الحقيقة كانت مباراة لادخالة فايتسا قلوب الاهلوية بدري انه مش قلوب الاهلوية قوي انه يعني حبولة انهم حاسوا ان فيه فيه شيء مختلف بيحصل على ارض الملعب ان انت رايح تلعب مع كوينزبارك وفينجلترا وعلى ملعبه ان انت بتقدم مباراة قوية بتقدر تتعادل ما بتخسرش جاي بقى بطموحات كبيرة ان انت هترجع البطولات في الموسم ده في الموسم ده الحقيقة الاهلي قدر ان هو يحقق السنائية يكسب دوري وكاس كسب دوري وكاس بس البطولة الافراسيوية كانت بطولة غالية قوي على جمهور النادي الاهلي وكانت يعني بطولة الاهلي ما كانش لسه اخدها قبل كده ايه اول لقب بتقدر ان انت تتفوق على بطل اسيا في الوقت ده انت بطل الافراكة وراح تلاعب بطل اسيا بتكسب في اليابان تلاتة وتكسب في مصر واحد صفر مجموعة المطشين اه اربعة واحد اعتقد انه كانت اه مباراة قوية جدا كان فاكر ان الاهداف كان كابتن حسام حسن هدفين هناك في اليابان كابتن عدل عبدالرحمن جول وكابتن طاهرة بوزيد في مصر سجل هدف الفوز للنادي الاهلي انك تاخد المطش الفاينل هناك في اليابان كانت البطول الافراسيوية كان قدام فريق ميوري اه الياباني كان بطل اسيا وقتها اه كانت مباراة قوية مش سهلة المدرسة اليابانية كمان في الكورة ومدرسة التزام ومباراة مباراة صعبة انك تكسب بره ارضك وفي اليابان تلاتة وتكسب تلاتة وانا هو عمال اشد اعمال اشد بوحسام حسنش يعني اه اعتقد الزكريات دي لما تعدي عليك يا كابتن هاني اه طبعا طبعا وتفتكر بقى فايتس عمالي في في الكورة وقتها فكرة انه بيلعب بتلاتة في الخط الدفاع انك تلعب ليبرو اه اكتشاف اه قدرات جديدة في مركز زي ده البطولة دي نفسها بتوله اعتقد ان قيمتها كمان كانت علي اهو يا كابتن هاني فكرة وانا اللي عملت الاسست ده وانا يا جماعة انا مش فاكر اتجعه كده انا بشك ان انا انا عملت الاسست ده بس كان كانت الفنة كلها سن صغيرة كبتن انا اه اه هتلاقي عادل عبدالرحمن موجود معنا اه هو سجل الجون التاني اه عادل سجل الجون التاني اه هو سجل الجون التاني وكابتن حسن سجل الجون كمان الجون التالت اه ومحمد سعد كمان كلنا كنا تقريبا سبعة تمنتاشر تسعتاشر سنة يعني وتقدر انك تروح تكسب بطل اسيا في اليابان على ارضه وسط جمهور واعتقد انه اه مفيش دليل على انه كان مدرب مميز جدا زي اللي احنا بنشوفه دلوقتي ده انك تاخد داوريو كاس في موسم واحد صحيح وانت جاي من خسارة في موسم اللي قابله وانك تاخد بطولة ما اخدتهاش قبل كده انت عندك فريق جمان بيجدد اه وفريق بتعيد بنى اه الفريق يمكن بعد كده لما الموسم انتهى ولما صعد منتخب مصر لكاس العالم تسعين وبدأت يعني الطريقة اللي اتعامل بها كابتن جوهريف انه عاوز يعد المنتخب بمعسكرات طويلة بمباريات ودية وانه هيوقف الدولي ممكن فايتس اعترض على الموضوع ده في البداية بعد كده اتخذ القرار فايتس اخد قرار وقتها انه انا مقدرش اكمل وانا هلعب بطولات ودية او مطشاة ودية وبالعب بدون لعبة الدوليين مع النادي الاهلي فانا مش اقدر ان انا احمل النادي الاهلي الراتب بتاعي كمان في فترة زي دي وانا ما بشاركش في طولة الرسمية قرر سعيتها انه يرجع علمانيا واحتفظ بعلاقة يعني وطيدة مع النادي الاهلي بالمناسبة في الموسم ده الموسم اللي هو ماكملش كمان هو كان كسبان اه سبع مطشاة من تمانية يعني ما في الموسم كان الدنيا كانت ناشية وكان اه يعني كان برضو اياخد دوري تاني ما كانش عنده اي مشكلة في حاجة زي كده لكن اه لقطة ما بتتكررش وما بنشوفهاش خلاص الايام ديت انه لما بتلاقي مدير فني وكمان على مستوى مستوى ديتشير بايتسا انه هو شايف انه خلاص انه ملوش دور فخلاص يا جماعة طالما انا ما بشتغلش مش هاخد فلوس يعني فالموضوع ده كمان لسه لغاية دلوقتي بنتكلم عليه لانه اه لا ما بنتكلم على المستوى المستوى الفني والتدريبي لكن كمان على المستوى الاخلاقي وعلى مستوى تعامل اللعيب انا تعملت معها شخصية اكتر من رائعة يعني انا شفت كمان اه كوربل وده من اللعيبة اللي كانت في الجيل اهنتراكت فرانكفورت اللي اخد الكاس مرتين اه هو اتكلم عنه في ديرش بيجل مجالة ديرش بيجل في اليمانيا وانه يعني اه كان قيمة كبيرة لكل اللعيبة جيل اهنتراكت فرانكفورت في الوقت ده وانه كمان باثر في مسيرته كلها وهو اللي طور اداءه وطور عقليته اه اعتقد كمان يا كابتن هاني بالمناسبة يعني فايتسا فضل على علاقة قوية جدا مع النادي الاهلي حتى بعد مرحل لما كان بيتم استشارته بخصوص اي مدرب اي موقف محتاجين في استشارت فايتسا كان بيكون موجود لما كان منتخب المانيا بيلعب هنا كاس العالم في الفين وتسعة الفين وتسعة فايتسا راح ازار النادي الاهلي ازار النادي الاهلي ودخل التمرين واعد اتفرج على التمرين وقابل وقتها كان كابتن علاق ميهوب موجود جهاز الفني وكابتن علاق ميهوب كان معاه في الفريق برضو اعتقد انه الحاجات دي وكل اللي احنا بنحكيه ده استحقوا انه قناة نادي الاهلي النهاردة اتكلم عن فايتسا اللي هو عمل جزء من تاريخ نادي الاهلي جزء صغير لكن جزء مؤثر الراجل بعد كده جيت تولى منتخب مصر برضو لفترة مش مش كبيرة لكن كان برضو بيدي فرص لعيبة كتير بيحاول يطلع جيل من اللاعبين اعتقد انه مش سهل يا كابتن هني انك تلاقي مدرب اجنبي ييجي ويسيب البصمة دي اكيد اكيد اولي القوي ده انه يحصل في مصر ده حي